انت كوتش بقى لنادي الزمالك وفي مباراة زي كده تتعامل ازاي؟ اولا انت هتعامل اللي انت النهاردة ما ينفعش تنزل لو هتنزل من اول دقيقة دافع المباراة هتبقى صعبة عليك لازم يبقى فيه توازن خاصة خلي بالك زي ما انت عامل حساب هم نهضة باركان اكيد عاملين حساب كبير جدا لنادي الزمالك ايوة اول لازم يبقى فيه توازن في الملعب ما ينفعش لا اضغط ضغط علي ولا تراجع بشكل كبير في الاول والاخر نادي الزمالك برضو اه وما ماشيين كويس كل عاجب بس انت عندك بعض المشاكل الفنية جوه الملعب خاصة المرتدات اللي بتبقى اعلانة الزمالك المرتدات طيب ما داي خلينا ارجع وقولك اقول لي طمام مش الاحسن ان نلعب دفاع متأخر شوية ودفع كويس واشتغلنا عالتحولات ولا ابدلهم الهجمات واشتغل معهم لا اول انت بتقسم المباراة كبير اه انا اصد في الدهائي الاولى يا مسلا دايما اقولك حاجة بصراحة اه انا الرفرنس بتاعي في الزمالك في الشغل لما يبقى هو مش شرط في افضل احواله كان فريرة في اول موسم ليه بعد العودة اللي هو انا هدفع كويس جدا ومرتد واشتغل تحولاته مرتد بالضبط بص يا كريم هو انت بتتكلم اللي اكيد الرجل هيبقى مقسم المباراة ممكن اول ربع ساعة انت بتشتغل تلتة ربع مالحة بس انا كلامي ليك ايه اللي ما ينفعش تشتغل التسعين دقيقة بنفس الرتم او بنفس الشكل طبعا انا دايما بقول ان الرفرنس بتاعي الزمالك مع فريرة في الموسم الاول بعد العودة بعد الفين واربعاة شغل عام 2015 كان زمالك بيدفع كويس قوي ويعمل تحولات كويسة جدا وكان بيررك اي فريق دفاع فيه كسافة عددية في نفس الوقت هجمات مرتدة فتأمن دفاعك وتشتغل لها هجمات حلوة انت بتشتغل يعني انا شايف اللي ممكن انت بتشتغل الشغل ده مع نادي الزمالك بس ممكن اللي انت عندك اللعيبة تختلف يعني مع فريرة كان عندك لعيبة ممكن تقوم بالشكل ده على التحولات اللي هي التحولات بتمحتاج سرعات على طول انت ممكن الراجل ده نظامه يختلف الراجل ده بيحب الاستحواز كبير تتحكم في رتم المطش تشتغل كرة كتير شغل مربعات ثلاثات اربع لعيبة في كل منطقة في الملعب فممكن الشكل بختلف لكن اللي انت فيه وقت ملاقوقات لازم تشتغل على المرتدة ولازم تشتغل على تنظيم الدفاعي وتقفل كويس لكن انا بكلمك فيه اللي انت خلال التسعين ديئة عشان تشتغل بالرتم ده المباراة برضو ما وفيه فرقة اللي اعتدغطك تسعين ديئة انت مش اكيد اللي انت لازم تطلع شبكك مش مستقبل اهداف لا مهرض اللي انت تستقبل اهداف صحيح فعشان كده لازم يبقى فيه تنظيم الدفاعي كويس لازم تقسم المباراة اول ربع ساعة يبقى لها شكل نص الشوت ليه شكل نهاية الشوت ليه شكل الحاجة التانية حاول على قد ما تقدر ما تستقبلش اهداف وما تحاولش تستقبل هدف بدري شمال افريقا معروفة كريمة اللي هم عندهم مميزين في الكور السابتة اتسوابت بيلعبوها بشكل كويس يمكن انا مبارح هم كانوا بيلعبوا في الدورة مبارح فرقت على بعض اللقطات هم عندهم برضو مشاكل عندهم مشاكل في حتة حراسة المرمى انا في وجهة نظري حتى مبارح يمكن احرز هدف فيهم من طريقة تزديدة نادي الزمالك فيه لعبة كويسة بتسدد يمكن احمد سديده بيسدد كويس احمد حمدي برضو بيسدد كويس فعندك الحل من الحلول اللي انت ممكن تشتغل عليها حتة التزديد لكن زي ما قلتلك مطالب نادي الزمالك يبقى فيه تركيز في التنظيم الدفاعي وتشتغل على المرتدات والتحولات الحاجة التانية ما تستقبلش اهداف حسنا عام جيد في مباراة سموحة الناس انتقضته قبلها كانت الناس بتشيت بيه جدا بحس انه دفاع الزمالك الزمالك لما بيهاجم حسنا عام جيد بيبقى الواح في مساحات لما بيشتغل على مساحات بيبقى عنده مشاكل لما ما فيش المساحات دي حسنا عام جيد بيبقى مدافع عظيم جدا عشان كده بيستألك الشكل الدفاع يكون عامل ازاي في المباراة زي دي لازم أولا يا كريم انت بتتكلم طبعا في نقطة انت لحستها وفيه ناس كتير لحزيتها كل ما المساحات بتبقى قريبة بين بين الزمالك وبين الخطوط اللعبة نفسها بتلاقي الشكل البعض اللعبة بيقى كويس كل ما المساحات كبرت اول ما المساحة يا كريم حط في اعتبرك اول مساحة بتكبر يبقى انت بتحتاج لعبة عندها سرعات اللي بتعوض المساحة دي بحتة السرع حسان ممكن من اللعبة حتى التكوين الجسماني ما عندوش السرع لكن عندو بلعب دماغه كويس بيحتاج زي ما انت قلت المساحات تبقى دايقة عامتا اي فرقة عايزة تظهر بشكل كويس او تعمل نتيجة عجبية لازم مساحاتها او خطوطها تبقى قريبة تقريبة من بعض لكن الجاب لو من عند 18 من عند سرد بكات بتاعة الفرقة لحد مثلا سنت الفرود الجاب 40-45 يارضا الموضوع هيبقى كبير جدا فعامتا مفيش فرقة حتى ما بتضغط من قدام لازم الديفنس بيرحل لقدام عشان مساحة تبقى قريبة فانت زي انت بتتكلم مهم جدا تقارب الخطوط دي بتبقى مهمة جدا في اي فرقة وانا مش عايزة اقول كلمة تقيلة بس للأسف في عامتا يعني في لعيبة ممكن حتة المساحات الكبيرة بتكشف بعض اللعيبة في حتة زي مرتلك الحتة للسرعات فالخطوط لازم تدورها بس على الفكرة يعني عارف كبتنا عمين وانت انت تلعبت بقى في اوروبا وانت عارفت الكلام ده كويس انه في لعيبة عظيمة كتير لو حطيتها تحت المساحات بيبقى عندها مشكلة في مصر هنا بس نحمد حجازي لو حطيتها في مساحات بقى عنده مشكلة لغة منهم مضافئة عظيم جدا ماتم مثلا كان في ليفر بود ده لو تحطت في مساحات بتبقى كارسة في متفاقيين يعني ممكن اقولك اسماء متفاقيين عالميين كتير لو حطيتهم في مساحات هو مش شغلوا ان يلعب في مساحات لعكس مثلا بانضايك عكس سيرج وراموس الناس دي ديهم مساحات هيجروا ويشتغلوا كويس فدي بس مش مشكلة حسام يعني لا 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 مشكلة لعبك تيقر او مش مشكلة حتى هو مش لعب كامل يعني ما هو انت اما تيجي تتكون فرقة ايوا او سرد بكين ايوا لازم واحد يبقى عنده سرعات ايوا وواحد بيلعب بدماغه صح وعنده حتة اللي هو ايه ولك ايه بيلم من لكن انت النهاردة عشان تحط اتنين بنفس الصفات يعني انت لو حطيت اتنين مثلا سرعات وما برافش لعبه بدماغهم هيبقى عندك مشكلة صح كده لو حطيت اتنين مثلا اقوية وما فيش واحد بيبدأ بالكورة يبقى عندك مشكلة في بداية الهجمة فلازم يبقى فيه تنوع طب انا ما انا بقولك انا من نوعية اللعيبة اللي انا برضو ما كنتش بحب الاسحاد اه لكن انا كنت بحب مثلا الكور العالية تبدأ هجمة تشتغل الكورة اللونج طويلة لكن انت اي سرد باك هتحط عليه واحد سريع يقولك انا مش بتاعتي وانا في موقف سريع معلش ده حصل معي اه يعني وانا بلعب في تركيا لعبت ماتش كبير جدا جدا على واحد فرود اطول مني الماتش اللي بعديه انا عادت احتياطي وانا كنت واخد اعلى درجة في التقييم وانت مش ميصدق نفسي اه فرق لقى روحت المدرب ايه تقال لي والله انت الماتش اللي فات كان الراجل اللي ماسكك اللي انت كنت ماسكه طويل كنت هتقدر تتعامل معاه احنا الماتش الجاي الفرود بتاعهم وصير جدا عنده سرعات وعنده ترنات وبتاع فالماتش ده مش بتاعك وبتاع الآه السير ده باك التاني اقتناعت اقناعت واخدت نفسي ببعض موشيت اقتناعت بس اقناعت هو مش عا في عامل الدور بتاعك المدفع اللي نزل دوت بالضبط ولا انا عامل الدور بتاعك مواضوع بسيط بالضبط